موسيقى مساء الخير من مكة المشجرة بالصلوات والأدعية إلى القاهرة المسيجة بأحلام الناس الطيبين إلى بيروت المشرفة على البحر والحرية إلى عواصم الدنيا تضرب فرشاتها المثقلة باللون وتبوح بما في نفسها من تمرد وعصيان مهرة لم تقوى على ترويضها صياط القبيلة ولا أسكتها لجام التقاليد والعادات لوحاتها صرخة وألوانها صيحة احتجاج في وجه عالم يكاد يفقد روحه في عالم يتمعدن أو يتصحر ولا من واحة ولا من حبل نجاة سوى قلة مؤمنة مقاومة تقاوم خراب الروح وفساد الضوء بما يحاكي العقل ويلامس القلب وهي واحدة من هذه القلة اسمها شاليمار شربتلي مساء الخير وأهلا وسهلا بك في بيروت أهلا يا أخ ذاهي وشاكرة جدا على المقدمة لكن ليه اعتراض فيها تفضلي طبعا موضوع الفن هو موضوع مش اختياري لكن موضوع القبيلة أنا مش عايشة في القبيلة ولا السعودية صارت قبيلة ولا هي تحدي يا زاهي ولا نحن عم نحكي عن السعودية في موضوع اللي هو على أنه الفن والذوق والروح أنا معك مية في المية في هذا ولكن أنا ما تحدد يعني أنا ما عندي عفوا عم كان حضرتك ما فهمتيني ممكن القبيلة تكون أحيانا قبيلة من مجموعة مثقفين ممكن تكون القبيلة السياسية نحن نفهمها في بلادنا بطريقة مختلفة يا زاهي نفهمها بطريقة مختلفة يعني لما بنقول هذه التقاليد القبلية نعم أو لما بنقول أن هذه تقاليد تخضع لحكم القبيلة أو التضامن الآلي وليس التضامن العضوي فبيكون هنا في نوع من الأنمار ممكن يكون مجتمع في لبنان أو في سوريا أو في مصر ومجتمع قبلي هو في كل مجتمع في المجتمعات في قبلي نعم بينك وبين نفسك ممكن تكون قبلي في أشياء والقبيلة لها عادات حسنية ولها عادات سيئة يا معنا بأقول لك أنه في مفردات يا زاهي في مجتمعات مختلفة بتتفهم بطريقة مختلفة إذن لك مفرداتك ولي مفرداتي بالضبط أو تفسيرك للمفردات ولكن نتفق في نهاية في موضوع الفن والروح وفساد الزوق والحس طبعا مقدمة رائعة مش هكدر أتكلم عليك لا أنا بالنهاية وجهة نظرك بحترمها ولكن حتى أنا كمان لا يحمل نصي ما لا يحتمل أنا أقصد أي قبيلة أي شكل من أشكال القبلي بالمعنى بمعنى ما يفهم أحيانا بأن المجتمع القبلي يفرض نمط واحد أو سلوك واحد أتحلك يا زاهي أنه في المجتمع قوة تسمح لي أقول لك يا زاهي لأنه كلمة أستاذ حتحط فواصل خطيرا من هناك في الحديث لا ما فيه فواصل إن شاء الله ما فيه فواصل سمحي لنبدأ بتقرير بيستعرض أبرز المحطات بحياتك الفنية ثم نبدأ بطرح الأسئلة على حضرتك شليمار شربكي فنانة مبدعة جريئة ورسامة حالمة آتية من عالم التناقضات والألوان إنها حكاية تحدي وعالم إبداع وأثبات وجود ولدت شليمار شربكي عام 1972 في القاهرة ولكنها سعودية الجنسية حائزة على باكولوريوس من جامعة الملك عبد العزيز وماجستير علوم جنائية من الجامعة اللبنانية والجامعة الأمريكية اللبنانية نزعة طفولية للفن التشكيلي وللتذوق الجمالي انبعثت منذ نعومة أظافرها ورثت موهبة الرسم عن والدتها الفنانة التشكيلية جميلة شربكي فسارت على دروب الفن وغرفت منه ملء راحتيها لتكون أصغر فنانة تشكيلية ورائدة من رواد الفن العربي التشكيلي أحبت الألوان عانقتها وتآلفت معها حتى صارا وجهين لعملة واحدة عرفت شليمار برسوماتها وأسلوبها الخاص فاللوحة بالنسبة لها سيمفونية متعددة النغمات شاركت في معارضة محلية ودولية ومن أبرزها معرض مع جوان رامرز الوريث الشرعي لسلفادور دالي باريس في ماربيا إسبانيا حاكت أناميلها أجمل اللوحات وأبهى الصور كما نفذت جدارية على ارتفاع أربعة أمتار بالخزف والموزييك والسيراميك على شارع الأمير فيصل بن فهد في مدينة جدة علامة فارقة في تاريخ المرأة السعودية سجلتها بسيرتها الفنية حد استحواذها على اهتمام خمسة من الباحثين الذين تماعنوا في عطائها الفني وأصدروا كتابا باسمها قال فيه أحدهم إنه يمثل رصدا وتسجيلا لنقطة انطلاق وترجم حقيقية على أرض الواقع لمفهوم مشاركة الفنانات السعوديات في تجميل ميادين وشوارع المدن السعودية شليمار اسم الكتاب حمل خمس دراسات لأعمال الفنانة التي بقيت الأكثر إثارة للجدل على مستوى أدائها الفني قليلة إطلالتها الإعلامية شفافة بألوانها وكذلك هي في تلك الأطلالات متعة التشكيل في الألوان كمتعة تنميات التذوق لدى المتلق بتعميق الرؤية للتراث وتقريبها من خلال رؤيتها الفنية الخاصة كما تقول انتماؤها للمدرسة السوريالية لم يقفل أمامها الباب للانفتاح على المدارس الأخرى فسقل الموهبة بالثقافة شرط من شروط النجاح وتحت وطأة تحولات المنطقة تمرست بحسها الإنساني العالي ومرت بصلابة على كل تشققات المجتمع منتهية بعلامة استفهام كبرى حول علاقة المرأة بالرجل التي تبقى بالنسبة إليها محور حيرة وتساءل يريد تلادي جواد يريد تلادي جواد قبل ما نبدأ بالأسئلة في أي تصويب أو تصحيح جميل جدا أبدا فوق ما أستحق يا زاي لا تستهلي أكتر الحركة التشكيلية بالمملكة العربية السعودية كيف ممكن توصفيها شوف يا زاي هو ده سؤال خطير الحركة التشكيلية أنا قلت قبل كده ودائما بقول أنه الحركة التشكيلية هي زائر أجمل زائر دخل أمثيات المملكة العربية السعودية شو المقصود؟ يعني الزائر دائما يأتي يأتي على استحياء مش مستوطن هو مش جالس في المكان مش بينهل مش داخل كباحث أنتربولوجي لماذا؟ لماذا هذا الوصف؟ لأنه لأنه نحمل عروش الكلام ومفردات الكلمة ومفردات الكلمة والشعر لكن الفن التشكيلي لا أتصور أنه لسه فن محتاج له سنين جدا علشان نقدم نقوله نعمل همك رائدات وروات في الفن التشكيلي لا كان فيه دكتور عبد الحليم رضو الله يرحمه ويذكره بالخير رائدات السابقين اللي هم سبقوا وأنا مش مع المقولة هذه إن هو من سبق فهو من نجح يعني مثلا ثريا البقسمي لا تعتبرينها رائدة من رائدات الفن التشكيلي في الوطن العربي لا أعتبرها رائدة بحكم السن فقط فقط لكن أعتبر أنه مثلا والله واحدة زي الهنبا محرز فنانا تشكيلية حقيقية جدا بس مش معنا كده أنه سوريا البقسمي برأيك الأسبقية الزمانية لأنني أنا ما أقدر أقيم يا زاهي جماعك ليهم اسم يعني أنا ضد التراشقات نعم ليس المطلوب التراشقات ولكن هل يعني برأيك الأسبقية الأسبقية الزمانية لا تعني لا خالص لا تعني شيئا يعني مثلا دحين إحنا لما نقرأ الأشعار الجديدة لكل الشعراء أو الأشعار اللي في التمانينات أو الأشعار اللي فيما قبل أو أشعار وحنعمل نوع من ألوان بينها وما بين الأشعار الجائلية لو أنت سمعت دحين قفها نبكي بذكرى حبيبي ومنزلي بسقط اللوة بين الدخولي في عوملي حتضحك بكاء الأطلال حتضحك لكن ما زلنا بنسمع المتنبي بنقرأ المتنبي وله قيمة لأنه يحمل الفكر ويحمل الحكمة بداخل الشعر وده مش أي شعر بيقدر يوصل لأنه فيه شعر صاحب الصورة بسعبا فيه شعور يعني ما بعرف ليش عندي انتباع أنه هناك حركة تشكيلية مزدهرة في السعودية لا مش مزدهرة هذا أنه تابعوا من خلال الصحافي منذ زمن طويل طبيعي طبيعي منذ عقود من الزمن السعودية صارت ماشا فيه تطور التدرج التطور الطبيعي والهادي والمستقر وده يعتبر شي جميل جدا من أبرز الفنون أهمها هي الفن التشكيل من أهمها دور المرأة السعودية في هذه الحركة هل هو دور فعال جدا يعني أنا بلاحظ أنه هناك تشكيليات أكثر مما هناك يمكن تشكيليون يعني كأنه العنصر النسائي غالب عليها لهذه الحركة ما هو مش بالكترة مش بالكترة يعني إحنا عندنا مشكلة كمان أنه الفنان المثقف يعني عندنا الأدباء والمفكرين والكتاب والشعراء أهم المثقفين ولكن الفنانية التشكيلية ليست مثقفين ودي مشكلة كبيرة جدا في فرق ما بين أصف وشوف يا زاهي الرسم هو احتياج غريزي غريزي يصل لحد الغريزة يعني كأنك أنت بتحب إنسان طفلك أو طفلتك أو أمك أو أبوك لديه درجة وأكتر كمان لكن الكاتب أو دائما الكاتب مفتاحه على العقل ودائما الرسام مفتاحه في الجزيرة البيضاء على الخيال فالخيال قل ما شئت لكن النجاح ما ليش مفتيح لكن الشاعر لا هل تشعري أنه هناك يعني خصوصية أو حساسية خاصة بالمرأة يعني هل نستطيع أن نقول هذه اللوحة لامرأة مجرد من شوفها وهذه اللوحة لرجل أم ليس هناك في الفن هو الغريب في الموضوع أنه في العالم كله يا زاهي من أول يونار دا فينشي ورافاييلو وكوتو وكوتو وموني وماني ودالي وبيكاسو مفيش مرأة ليه؟ السؤال هذا تساؤل أنا بطرح نفسي بس مش عارفة ليه ليه أفضل المصممي الأزياء حتى هنا في بيروت سواء لي صعب أو زهيمر والمراد أو كلهم رجال مش نساء أنا مش بعلق على موضوع أنه مفيد فوزي بيقول أنه الإبداع هو رجل مش إمرأة لكن قد تكون إبداع المرأة في مناطق مختلفة جدا قد يكون إبداع الأم أو إبداع الأنسة في احتواء رجل ليه نفس الأهمية على حسب يعني أنا مش عارفة أشرح لك كيف بس أسئلي أبغى أوصل لك يا زاهي كل الفنون في العالم زي العلوم الأدبية لا تخضع المنطقة زي الإنسان بقول عبد الرحمن الراشد الصحافي المعروف أنه المعوقات اللي بتواجهوها بتواجهوها كخليجيات وليس كتشكيليات يعني هل شعرتي بلحظة من اللحظات كونك أني كونك خليجية كونك سعودية هناك معوقات في طريقك أو في طريقك لا أنا أختلف شوية لأنه الوالد كان حابب الموضوع نعم يعني هو كان كان في مجلة الرجل وكتب يا زاي أنه أنا عندي ستاشر ولد وبنت وعندي شلي مارفة أن أنا تشكيليه في دا الوقت كان عندي ستاشر ثان ستاشر ثان فتح بوابة مرور الخضراء على انطلاقة الحياة فخلاص أصدح اللون وكأنه إذن فما عندي مشكلة أستاذ عبد الرحمن الراشد بتكلم في موضوع الفن التشكيلي هو المعوقات لنا كلنا صارت الحياة يا زاي المعوقات لكل الدول العربية بصفة عامة في كل المجالات شو أبرز المعوقات اللي بتواجهك كامرأة في المجتمع الشرقي في المجتمع العربي في المجتمع بشكل عام ليس في المجتمع البشر يا زاي البشر البشر طبعا في كل المجالات أنا ما حاقدر أقول أنه أنا أنت بتواجه طوال الوقت معوقات الطقس بيواجه في معوقات الصحة سعاد صديق ممكن يخون إنسان ممكن يدبر دائما لا هذا ليس حكرا على مجتمع بعينه هذا ممكن يكون بأوروبا بالغرب أنا ضد الإقليميات أنا أقول لك يا زاهي مثلا أنه مثلا في دول من الدول ما تيجي تكتب عليها يقولك لا دي سعودية دي معوقة بالنسبة لي الفكرة المسبقة أو النظرة الجاهزة سلف لا الفكرة المسبقة وأنهم من حقهم يكتبوا علينا وإحنا ما نكتب عليهم فدي أنا ضدها تمام دي صراحة أنا ضدها تمام يعني من أعطى لكم الحق كي تقتحموا مناطقنا الإقليمية والفكرية والنفسية اللي إحنا راضين عنها وفي نفس الوقت مش عايزيننا إحنا كمان نرد كشركاء في الإنسانية كشركاء في العروبي كشركاء في الانتماء إلى هذا الكوكب ألا يحق لنا أن نبدي رأيا أن نعطي وجهة نظر في أي أمر ممنوع على السعوديات أو السعوديين نعم سقف الحرية عندنا جليل جدا في الكتاب جدا في الأوساط الثقافية والفنية عموما وبتردد بعدم يقين وبالأخص في الوسط النسائي تكثر النميمي في كل وسط حتى رجالي أنا قلت في الأوساط الثقافية والفنية عموما وبتردد عمؤول خصوصا في الوسط بتردد عمؤولا مش بيقين قلت هالشي على ماذا يدل هذا الأمر برأيك النميمي عامة في الوسط الثقافي العربي رجالا ونساء هل هي دليل على ثقافي أقل تفاهد إنسان فقط بث لا طيب هل هذا الأمر برأيك هو حكر علينا على مجتمعاتنا أيضا العربية أم حضرتك جلتي في أماكن كثيرة في العالم هل الأوساط الثقافية دائما على هذا النحو لا العرب عندهم وقت فاضي شوي بماذا يملؤون هذا الوقت الفارغ يعني تشغيل الدماغ في حد ذاته أو التأمل أو القراءات وقراءات الآخرين في المجالات المختلفة بعدين إحنا زاهي عملنا إقليمية في الموضوع بمعنى إن الخليج مثلا هو قادر على قراءة الشعر المصري والشعر العربي اللبناني السوري العراقي ووووووو لكن في مجتمعات أخرى مش قادرة توصلنا يعني في نوع من أنواع التعتيم الفكري بالنسبة للسعوديين أو بالنسبة للخليجيين تب ألم يعني هذه الواقع ألم يتغير في السنوات الأخيرة في العقد الأخير في أشياء تغيرت للأحسن وفي أشياء تغيرت للأسوأ زاهي يعني بسبب الفضائيات بسبب الأغاني الفضائيات ودتنا في داهية الفضائيات ودتنا في ستين داهية زاهي الفضائيات يعني مثلا أنا فوجئت قبل أربع أو خمس أيام كنت في السعودية كنت أتفرج على التلفزيون بالصدفة من أجمل الأغاني كانت أغنية المطرب اسمه آدم آدم نعم هو مطرب لبناني شاب وصوته رائع حقيقة وفعلا أنا انتبحت للصوت بشكل جميل بشكل أخذني يعني وخاصة في ده زمن مفيش حد بياخدك في الأصوات إلا القليل فيما ندر إلا فيما رحمة ربية فلجئت أنه الكلمات من سعود بن محمد بن عبدالفيف نعم بعدين لجئت الكليب بورنو لأ أنا مش مع المسج الثقافات دي مش مع ده يعني الشاعر من حقه أنه يكتب طب إذا الشاعر سعودي لازم تكون الأبني لا باش بورنو طيب نحن مش عايزينها في البرنو خالص نحن لا عايزينها لا لبناني ولا سعودي ولا مصري ولا ولا الأماكن الإباحية موجودة على الناتو موجودة في كل القنوات الأخرى الأجنبية مش لازم تكون في إعلامنا العربية طيب أنا سأعود إلى موضوع الفضائيات والفن والأمنيات وما شبه ذلك لأنا حزنت يا زاه حزنت لأنه شاعر عبقري سأعود إلى هذا الموضوع من بولك حزنت بس نعم كتبت الأستاذة انتصار العقيل في جريدة الحياة الأسبوع الماضي يعني في موضوعة الإرهاب من جملة تعريفات الإرهاب ما يمارسه الرجل على المرأة في مجتمعاتنا لا هي طبعا كلمة أنا قرأت المقال نعم هي كان المقال الأسبوع اللي فات يوم الأربع وكتبت على أنه ليس من يدسس نفسه بالقذائف ويطلق نفسه فيه أماكن فهو إنسان إرهابي وعلى الرغم أنه وحدة زي سنة محد لك كانت أول وحدة استشهدت بادي الطريقة لكن عشان أنا خريجة وليست إرهابية بالطبع إيش إرهابية كيفية غنادة أجمل وكتب لها شاعر جبال بقيت كل شعراء العالم كتبول لكن وكانت لها السق وكانت صغيرة وكانت عندها 17 سنة ولكن حين آمنت بالوطن أنتهى الموضوع لكن عشان أنا خريجة جنائيات واللي بيتخرج من لبنان بالذات بيطلع روحه بصراحة الإرهاب لازم هي إلقاء الكلمات بمكانها الخطأ هي معلومة خطأ الإرهاب هو أنواع لازم يكون دولي يعني أنت مش ممكن تقول الإرهاب على إنسان إنه هو إرهابي إلا إذا كان يخضع تحت منظمة أو مؤسسة أو سلطات مش ممكن إنسان يمارس الإرهاب على إنسان مش ممكن رجل يمارس الإرهاب ببيته أنا إرهاب الخوف هي كانت تتكلم على الإرهاب سؤالي محدد لو سمحت هل تعتبرين أو توافقين أن ما يمارس الرجل في المجتمعات الذكورية وفي المجتمعات الشرقية بشكل خاص على المرأة هو شكل من أشكال الإرهاب؟ شكل من أشكال العدوان وليس الإرهاب الإرهاب مصطلح يجب أن يطلق في مكانه ما ينفعش أو الإرهاب والموضوع خاص بموضوع مجتمعي وهي أتكلمت حتى على الاقتصاد وعلى تدني الاقتصاد وأنا مش معاها في المقالة إطلاقا على الرغم مني أنا أكثر القراءات لانتصار العقيل لماذا تقرأين من الكاتبات السعوديات؟ ولا الحد أبدا؟ لا رجاء عالم، بدريا البشر، زينب حفني زينب حفني طبعا لماذا؟ ودكتورة فاتنة شاكر طبعا كانت أنا كثير بأخذ الفكر من الرجل تأخذ الفكر من الرجل؟ وليس من المرأة؟ ما استهوتنيش مرأة كي أقرأ وش هعمل إيه؟ هكذب عليك قرأتي رواية رجاء صانع بنات الرياض شو انتبعات؟ ما عجبت ليه؟ يعني وين نقل؟ ليش ما عجبت؟ شوف أنا مش باحب الشجاعة المستخبية وراء الاسم أنا ضد تقسيم المناطق يعني أنا مثلا مش ممكن أقول مثلا فيه كتاب نازل في بيروت اسمه رجال السوليدير وفيه رجال بعلبك مش حاب بالحكاية دي قلتلك أنا ضد الإقليمية أنا ضد الإقليمية تماما نزاه لأني مقتنعة أنه كل الأراضي هي أراضي ربنا كل اللغاتي لغات ربنا احنا لم نختار شيء يطلق بس يعني عادة المبدع كلما اقترب من مسقط رأسه كلما اقترب من خصوصيته يعني نجيب محفوظ عن ماذا كتب كتب عن الحارة المصرية عن الزقاق المصري أنا عيب في نجيب محفوظ نعم عيب في نجيب محفوظ يا زاي لا ولكنه ليس عيبا في رجال الصانع في نفس الوقت أنا بتكلم في الإقليمية الفكري اللي هو أن أنا أكون غسيست أو متعصبة لمكان كتبت غادة سمان من 30 سن كوابيس بيروت ولا بحر في بيروت وكتبت ذاكرت وكتبت حقائب الجسد ليس حقائب سافر ده طبعا الكتاب لسه ما زال عالق في زهني إلى الآن بمعنى أنه مش مشكلة تسمية كتاب بإسم مدينة أو بإسم بلد لا مش بنات ليه بنات الرياض طيب لو رجال ولا رجال طيب فإذا وين المشكلة ليه الرياض يعني بنت الرياض كتبت يعني إيجا تكتب بكيفها أنا مش عاجبان عامل إيجا لكيفك نتوقف مع أول استراحة ثم متابع هذا الحوار مع أنه كل واحد فينا رح يعتمي الطعام معين بعدة مطاريح وأوات بس المهم أنه كلنا متفقين للطعام لنحمي حالنا وعيالنا ولتبقى منعتنا الوطنية عالية وليرجع لبنان ينبد أمل وحياة مشاهدين نتابع هذه الحلقة من خليك بالبيت مع الفنانة التشكيلية السعودية شاليمار شربتلي بإمكانكم مشاركتنا في هذا اللقاء بواسطة الإيميل أو الفاكس أو التليفون فريق الإعداد سيتولى تلقي اتصالات الهاتفية وصياغة أسئلتكم ونطرح الأسئلة خطيا على ضيفتنا الكريمي وهذا الأسلوب سيعتمد من الآن فصاعدا في خليك بالبيت كسبا للوقت لأنه شاليمار أحيانا كتير الاتصال الهاتفي بين السلام والكلام ويعني عم بيكون الوقت ووطي التلفزيون فكرمال هيك رح ناخد الاتصالات ويعني الصبايا بيتولوا صياغة الأسئلة وطبعا العنوان البريد الإلكتروني والفاكس ورقم التليفون بيظهروا أمام مشاهدينا على الشاشة حضرتك بتكت بشعر إلى جانب الرسم صحيح؟ لماذا لم تنشري كتاب شعر حتى الآن؟ لا هو أنا شعر عندي على استحياء ليه؟ لأنه ما عندي الجرأة الكافية يعني كتب أستاذ عبدالله جفري كذا مرة أنه يجب شليمار أن تتعرض ما تقول وكتبوا كثير وكثير أنا حطيت مقالات لي شعرية في المجلات وبعدين خفت خفت على اسمي كرسام وهو ده اللي تنبأ بي عبدالله جفري وكأنها خافت على لونها تعتقد أنه ما بيقدر الإنسان يكون عنده صفتين إبداعيتين في الوقت نفسه؟ كانت فعاد دافنشي كان رسام وشاعر ورسم الغواصة ورسم الطيار طيب ويعني قضية الأمر؟ ما عنديش الموهبة دي أو المقدرة الاحتمالية دي أنه أنا أناقش من خلال ما أكتب لكن من خلال ما أرسم إيه حضرتك استوحيتي كثير من الأعمال من وحي شعر ومن وحي شعراء مثل مذفر النواب، فايق عبدالجليل، مانع سعيد العتيبة، بدر بن عبدالنحسن، عصام صغيب، جمال بخيط إلى آخرين ما الذي يلهمك إياه الشعر كرسامي؟ شوفوا في علاقة وطيدة جدا ما بين الشعر وما بين الرسام وخاصة الرسام الحقيقي لأن الرسام الحقيقي يجب أن يتأمل تأمل على طول في الكلمة، في المعنى، في المفردة في أشياء توقفت عنها وليأ جيت نفسي أنا بأرسمها لوحدي شوف ذاك اللي يقول لك الرسام اللي يقول لك أنا والله داخل في محراب والإلهام نزل علي والإلهام لا يعرف أنه كدب الرسام داخل في جزيرة بيضاء اللوحة ومش عارف من هو المحرك الرئيسي في الموضوع لا تؤمن بالإلهام لا خالص من وين مصادر لوحاتك؟ يعني يا نبيع الرسم عندك من وين؟ من فين مصادر شارك؟ من الروح ربما من القلب من الغريزة، من الروح ولكن لا تسمينها إلهام لا 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 كذبين طبعا شو اللي بيسهويكي مثلا في شاعر مثل مظفر النواب؟ شاعر كبير جدا طبعا يعني عنده مثلا مو حزن لكن حزين مثل ما تنقطع شتلة مطر تحت الياسمين مثل صندوق العروس يتباع خردة عشل من طمد السنين معناها قوي جدا أنا توقفت عندها شوف فيه أشياء زاهي ولو كلمات صغيرة جدا لكن تتوقف عندها يعني هي كانت صندوق كانت فيه أوج بهاءها وزهاءها وبعدين صارت خردة تشوى يستهويكي الشعراء اللي فيهن تمرد اللي فيهن غضب اللي فيهن حلم وحزن الحزن؟ ما ما بحبش تمرد طيب شو اللي بيستهويكي بالحزن؟ إحنا كلنا كشعوبة عربية حزانة على ماذا؟ على كل سميتي الشاعر بدر بن عبد المحسن مدير مباح؟ مباحث أمن الشاعر لماذا؟ لأنه محدش بيشتري منه قصيدة هو وغيره يعني هو وخالد أنا مش عايزة أحصر عشان ما أتهم ولكن بدر تجربة عبقرية أتصور أن هي تجربة عبقرية مش تجربة طبيعية في حياة البنيات طيب إلى أي حد برأيك الشعراء الأمراء يعني الأمراء الذين يكتبون الشعر الصادق الحقيقي ظلموا بفعل وجود آخرين حقيقي هذا حصل لا يكتبون الشعر إنما يقومون بشرائه أو بشراء من يكتب لهم هذا الشعر الحقيقي زي الأماكر طبعا الأماكر؟ الأماكر أيه الأماكر اللي محمد عبدو أنا ما أتصر عفوا ألتي للأماكر الأماكر دراء أنا مسميها الأماكر زي أغنية الفنان محمد عبدو لأنه ما أتصور الأماكن هي الأماكن أنا عارفة طبعا أنا عارفة أن هي الأماكن زي أنا فهمة ده اللي أنت بتقوله كويس أنا مش عارفة إيش الأماكن يعني لا يسميتها الأماكر لأنه ما أتصور أنه منصور الشادي هو اللي كتبها الشاعر الذي تحمل قصيدة اسمه لا ما أتصور لا ما أتصور هي شعر منصور الشادي ألحان ناصر الصالح أشوف أنا أقول لك الشعر هو أشوف الفن الفن ملوش وطن لكن الشعر لي وطن بمعنى بمعنى حاجيك بس بلاش الخضل على وشك طيب فضل اللون ممكن يتحط في أي مكان في الدنيا لكن الشعر أنا أنا بأتكلم مصري بأتكلم سعودي أقدر أكتب شعر بهذه اللاجعة وممكن أتكلم باللغة العربية لأنني أنا دارسة في المملكة العربية السعودية أنا أسسنا تأسيس مرهب لكن فجأة أنه ألاقي جرحي أنا وبودعك وبعدين الأماكن صعبة مش قبلها مش عارف يعني أنا عارفة طبعا طبعا مين كتبها إذا مش شعرها أنا مش عارف أنا تردد في السعودية وتردد في بارس في الصيف أنه علي عثيري وحسن الأسمر طبعا أنا ما أقدر أقول هذا الكلام كي لا أخذ على المثالة القانونية لكن أنا أقول احتمال يعني من يفصل في هذا الموضوع هو إمتى طب حضرتك عم تبني وجهة النظر شو برهانك جيب أنا أقول لك أقول لك المفرد الشعري الكلام أنت لبناني مختلف لبناني تقدر تكتب نبطي منصور الشادي كيف كتب مصري في كتير شعراء لبنانية عم يكتبوا مصري يعني المصري تحديدا كل العرب بسبب أنه نشأنا على الأفلام المصرية وعلى أغاني المصرية وكتب لبنان طب ما شوية هنكتب هندي ما نكتب هندي ونخلص قول في إقاعات كتير هندية بكتير من الأغنيات العربية أنا ما أتكلمش على المزيكة المزيكة يعني شوف المزيكة بالذات في العالم هي مزيكة فيها نوع أنا مش بقى أقول لك نوع من النوع بالعكس الوحيد الذي كرم في فرنسا كملحن في مسابقة دولية هو كان سعودي وكان عدنان خوش في الثمانينيات نعم وقصة معروف على كل حال أكيد أنا أفوا لأنني ما بقول الأستاذ ولا الكذا ولا الكذا لا ما حفظوا الألقاب لجميع الأسماء التي تورد العتب مرفوع زي ما أنت بتقول هاخد منك الكلمة يعني شوف أنا الأماكن أول ما سمعتها أنا ما كنت عارفة من الذي كتبها فتصورت أنهما بدر الذي كتبها لأنه بدر لي مفردات معينة وخاصة ذكرت أيضا فهما بيسرقوا في أغنية جدة هي التوب والعط والأماكن والأمان ففي مفردات أنا من النوع المتأملة كثير في القراءات ولازم أبحث وراء الكلمة وراء المفردة لدرجة أنه منصورة شادي سئلت أنا في القاهرة هل هو شخصية وهمية ولا شخصية حقيقية أنا مش بحارب هذا الرجل ولا أعرفه أنا بنتسائل زي زي أي إنسان شوف يا زي له حق الرد أو أي يعني أي من يأتي ذكره في البرنامج له حق الرد كل إنسان ليس الآن ليس الليل يعني في كل يرفع دعوة مش قضيتي القضية أنا مش أتهم أنا عايزة إجابة بمعنى أنه الفنان أو الشاعر بصفة عامة له أسلوب في الحك وله أسلوب في الكلام تستطيع من خلاله أن تستطبط أنه فنان أم أنه ليس يحمل مفردات الحب والحلم لماذا الجميع يريد أن يكون شاعرا خصوصا في المملكة العربية السعودية غير غيرا من الشعراء لأنه إحنا أنا ليش أقول لك يا زاهي أنه أنا زعلانة في موضوع الأماكر دي أنا أسميها أماكر بجد لأنه في المملكة العربية السعودية ما فيش فن تشكيلي ولكن الكلمة عبقرية كلمة مش طبيعية مستوى الشعر العالي لا تضاهى بأي بلد عربي في العالم ونلاحظ وفي الأغنيات بشكل يعني نحن على الأقل إذا ما وصلنا ديوان أو وصلنا كتاب بالزبط يعني بيقدر المشاهد يحكم أو المستمع من خلال كثير من الأغنيات بالزبط اللي بتتميز بكلمة راقية جدا وبفتوحات أحيانا بالصورة الشعرية فتوحات فكرية وفتوحات نفسية حقيقي هي فتوحات ظاهرة انتشار الشعر الشعبي بهذه الطريقة بالمملكة كيف تنظرين إليها؟ بشعر الشعبي النبطي أو قصدك الشعر المتداول الشعر المتداول لا الشعر المتداول مش شعر الشعبي شو هو؟ لا بالعكس صارت زي الأماكن ده مش شعر شعبي يعني يحمل ما بين الحجازي والنبطي والنجدي الشعر المتداخل بريد رأيك يعني كمستمع عربي وكإنساني عربي قبل ما أنتقل بعد شوية للغوص أكتر في الموضوع اللوحة والألوان وهي ظاهرة الأغنيات أنا بصراحة بقدر سميها أغنيات المخطة بعد يعني درجة موضة الأغنيات السطحية اليوم عم نشوف أغنيات مثل العنب مثل البرتقالة قبل فترة مثل وخدمة كاس وحاجات غريبة والمسخرة على أغنيات لها موقع في ذاكرتنا يعني في المصيبة حصلت لأحمد حلمي في فيلم نعم الممثل والفنان المصري نعم بالزبط كان طبعا إحنا كل الجيل النهل من مرافق وشواطئ صوت عبد الحليم حافظ نعم وأمه كلسوم وما نقدر أبدا يعني أنا كفنانة تشكيلية مش أقدر أقول أنه عبد الحليم حافظ ما كان لي الفضل في تداخل الحس عندي باللون بأشياء كثير جدا في الطفولة بالذات لأن الوالدة فنانة تشكيلية فبالتالي طوال الوقت فايزة نجاة عبد الحليم أمه كلسوم فلاقيت بقول الشاي الشاي بدل الزاي الزاي ولاقيت لست أدري لا هنا تقطع يدك يا أستاذ في موضوع المهزة البشرية اللي صارت في العندليب أنا ضدها تماما اليوم أنا لقيت تصريحي يا زاهي لشادي شادي سالم أنا مش عارف هي حق العندليب بيقول أنا لست أشبه العندليب شادي شامل مش عارف اسمه مهمني بس أنه أنا لست أشبه العندليب وكأنه يتبرأ أنه لا يشبه العندليب هو لو مش شبه العندليب كان جلس في بيته ويا ريته كان جلس طيب من برأيك من المسؤول يعني من يحمي ذاكرتنا من يحمي وجداننا فساد الإحساس فساد الإحساس اليوم اللي ما هو السوق الإلحاح الإعلامي يا زاهي نعم بيدخل إلى النفس ما كان مرفوض أصبح يستمع إليه وبعدين بعد شوية أصبح والله طيب أنا بردده بيني وبين نفسي وبعدين حوصل لدرجة الحب وبعدين حنزل أن أنا أشتري ما هو الإحساس أنت جالس تربيه بتبنيه كتبت حضرتك يعني عن كبرى شركات الإنتاج العربية يعني وهي شركة معروفة جدا ومملوكة من أحد كبار الأثرياء العرب كتبت احذروا خضراء الدمن صحيح لماذا وصفتي هذه الشركة وهي التي تحتضن أكبر عدد من المغنين العرب أنت دحين يا زاهي إيش قلت قلت كل الأغاني الموجودة مثل البرتقالة ومثل فكر منحط الأغاني دي موجودة فين وين في الخضراء الدمن فقط تقريبا تقريبا إحنا عايزين يقسموها يا زاهي يقسموها يعني يعملوا فن بورن أو عري ويعملوا فن هابط فيكتبوا فن هابط أغاني هابط ويكتبوا فن حقيقي يحطوا فيه فضل الشاكر وصابر الرباعي ويحطوا الفن القديم عبد الحليم زي ما هم عاملين يعملوا كده طب هني عاملين هيك يعني هناك لا أنا بقول فن هابط يعني أنا مش معقول أسمع أغنية لسعد الصغير وبعدين بعدين على طول طاق ألاقي كازم الساه مستحيل طب شو رأيك لظاهرة سعد الصغير يعني مش كشخص تقول ظاهرة إذا لم ننتبه لها ونضع يدينا على الجرح إحنا ضعنا طب اللي عم بتطالبي فيه حضرتك حاصل يعني الشركة اللي بتقصديها أو شركات أخرى هناك قنوات للطرب هناك قنوات للموسيقى هناك بس لأ ما نقول بتلاقي المستنع أو المشاهد العربي يذهب باتجاه القناة التي تضع يعني أغنيات خفيفة واستهلاكية ومشاهدها أنت عملت استفتاء للمشاهد العربي بدليل أنه يكتب ويحكى عن هذه المسائل أكثر من المسائل الأخرى بيكتب في كل شيء زي بيكتب إذا أصدح يحكى ويكتب في موتنا الإسلام وفي أشياء إفتاءات خاطئة وبمنتهى البجاحة وقلة الأدب يعني فيه واحد كاتب في مجلة ساتلايت بيسأل الشيخ مش عايزة أقول اسمه المنجي أنه هل وضع صور قراءة القرآن في غرفة أنهم حلال والحرام قالوا حرام لأن هذه الأماكن القرآن يجب أن يوضع في مكان مقدس ويجب ويجب وعندي الورقة موجودة سترك لك إيها قبل ما أمشي هل بتعتقد أن هناك تواطئ ما على الظوق العام على تواطئ الدين تواطئ على الظوق العام أم أن المسائل حياة تجري يعني إيش الحياة تجري يعني هو من من يستطيع أن يلحق بالشمس فيمسكها فتتوقف اليوم يتوقف اليوم الآخر طب لماذا كان الزمن مش الزمن يعني لماذا كان الفن مختلفا في زمن آخر لماذا كان في الستينات أو في الخمسينات يعني زمن أم كل فوم وعبد الحليم عشان ما كان في الإقليم جميعنا يريد أن يعود هذا الزمن أو أن يعود أمثال هؤلاء ما كان في الإقليمية يا زاهي ده جمال سلمان نزل مرة عمل مسلسل في سليمان نعم أنا الأسامي معيش الزهايمر ومشتغل في الأسامي عمل مسلسل بهد له أحمد ماهر ولكن احترمت جدا عاد الإمام قالوا لأنه أنا لما بروح المغرب ولما بروح سوريا الناس بتحتفي بي وبتقدمني بشكل جيد جدا يعني إحنا صرنا إقليميين بشكل مزعج جدا وأوروبا جال ستعمل لنا الاتحاد أوروبي وقعدة تعمل وتزداد وتنتشر وتشتهر كوارث إحنا في كوارث يا زاهي الجمال سليمان اليوم عنده مسلسل تاني في مصر أيضا طبعا لأنه ناجح طبعا لأنه شخص ناجح أنت بتعامل كزاهي وابا الإنسان ولا الجنسية يعني مصر تحديدا سبق لها نحتضنة صباح سعاد محمد نجاح سلام نور الهدى أم كل فوم عفوا يعني نجاح سلام والمسرح من المؤسس لي والسنمة من المؤسس لي كلهم لبنانيين كلهم سورين فإذا أين المشكلة المشكلة أنه صارت هجوم مرعب طب إذا كان الهجوم على ممثل طب ما لم أعملوا هجوم على رزان مغربي مثلا المزيعات في مصر مزيعات عبقريات أنا رزان شايفاها مزيعة مع عباس مصيم مش عارفة مش عارفة أنا مش بحب التراشق شو شاء مش عم بتكملي جملتك مش مش قادرة أقول لأنه مش عايزة أشتم فيها لحد درجة يعني عندك موقف من آه إنسان أول شي أنا ضد النرجسية حتلاقي إيش شو هرزان نعم هالة شو مش عارف أنا ضد الأشياء طب هي يعني معظم لاري كينج لاري كينج ده وضع مختلف يعني لاري كينج وضع مختلف هو وأوبرا في ناس كتيرين جدا مختلفين خلاص يعني أنا مش معقول دحين أنا والله أقارن مثلا واحد بيرسم حيالة شي ببيكاسو مش معقول يعني إحنا عندنا المقارنات صارت مقارنات واقحة عمقول شليمار أنه ظاهرة الأسماء يعني البرامج على أسماء مش حكر على يعني العرب أو على لبنانيين خلاص خليك مع زاهي بدأ خليك بالبيت أعملها بس لا أدين اللي بيحط اسمه ببرنامج يعني هذا لا أدين من يضع اسمه في عنوان برنامج أنا مش جاي يا زاهي عشان أدين أنا بفكر معك إحنا في دردشة أو فطفضة إنسانية بنتكلم إنسانين فمش من المنتصر هو الأقوى ومن الخاطئ فإحنا كل الإنسان بيخطأ ولكن حدود الخطأ يجب أن تكون أنت كتبت وقلت لك مرة يا زاهي إنه كتبت إنه في العتب مرفوع ليه عنوان المقاعد نعم في زهرة الخليج في زهرة الخليج لكن لو كان العتاب مرفوع كنت قبلت بعدم الاقتناع لأن العتب مرفوع كأنك تستأذن في من تنوه لهم إنه انتبهوا لكذا أنا مش عاجبني كذا إنه كذا لكن لو كتبت العتاب مرفوع كأنك تصفرد على الآخرين إنه العتاب مرفوع يعني يتوز فيكم أنا حتى أخليك بالبيت بقول هي فيه ثلاث نؤة تخليك بالبيت إذا حبيت يعني هي مش فعل أمر هي فعل تمني هي فعل رجاء هي دعوة إلى سهرة يعني هيك ومين ما بيسهر معاك زي ياصل في البيت بيتي ومنزري أكل حال وجهة نظرك على الراس والعين مثل ما بنقول بيخليك زي بلبنان ونحن يعني شغلتي أنا كون المدافع عن وجهة النظر الغائبة أو وجهة النظر الأخرى الموجودة غير الموجودة في الاستوديو سنتابع بعد الاستراحة يعني وسنتحدث أكثر عن وجهات نظرك وعن تجربتك الأساسية في مجال الفن التشكيلي والرسم بعد الاستراحة أخبر 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 أخبرحzo اشتركوا في القناة شكرا 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 لانه شكرا شكرا بيقول لي أنه سمحك الله على هذه الحلقة وسيصعدني إبلاغها رأيي بها حيث أنها تقول أنها تقبل الجرأة وتتقبل النقط فهو غير سعيد بالحل أعم بيقول مش مهم؟ ما يتفرج؟ من حسين جابر من مكة المكرمة من مدينتيك بيقول أسهل شيء في الكون التنظير لذلك لدينا منظرون بالعالم العربي أكثر من الهم على القلب كما يقال وكل ما لديهم ببساطة تناول أهم الرموز السياسية والفنية والاقتصادية وأعمال هذه الرموز وينهلون عليها بالنقد والتنكيل وكل ذلك ليس من أجل إحقاق حق وإبطال باطل بل من أجل طلب الشهرة سؤالي ليس حول ذلك بل هو التالي إلى أي مدى تخدم الثرثرة المبدع بمعنى آخر هل لابد لمن لديه جرام من الإبداع أن يكون لديه 100 طن من الكلام؟ حسين جابر من مكة المكرمة في البرومو بتاعك أنت قلت أنهي قليلة الظهور الإعلامي فأنا ما عندي زهور إعلامي كثير عم يسأل بشكل عام دعم أنا أعلق نعم أنه أنا ما عندي زهور إعلامي كثير لأنه أنا ضد زهور الإلحاح الإعلامي تمام عبدالله محمد من السعودية يسأل إذا كان عندك الشجاعة لتقولي من هو شاعر أغنية الأماكن؟ والله ما أعرف هو حدثك ذكرت إسمين في بداية الحلقة تردت ثلاث أسمين أو إسمين ثلاث أسماء؟ ثلاث أسماء مطيع زاء مطيع حاجة وحسن الأسمري وعلي عسيري طب تتبني رأيي شاليمار على مطيع حاجة يعني بغير غير أنا بقول تردد تردد يا زاهي أنا بقول تردد هنا إذا الصيرفي من السعودية بأعتقد من صديقاتك إذا أحببت تجسيد رسم الصداقة في لوحة فكيف تكون هذه اللوحة في خيالك؟ يدنا اللي كانت مع بعض في الصورة إبراهيم محمد من السعودية أيضا كيف اكتشفت أن كاتب أغنية الأماكن منصور الشادي ليس هو الكاتب الحقيقي لهذه الأغنية هل الجرأة في طرح الأسئلة حضرتك عم تتساءلي حول الأغنية ومن كتبها وإلى آخره سببها أنك تملكين مئات الملايين والناس آخر همك على ذمة إبراهيم محمد من السعود مين اللي قالي أنا أملك مئات الملايين؟ إبراهيم محمد ليه حقب الطبقي دا ليه ما كل واحد عنده أنت عندك شهرة ممكن يكون عندك مرض أنا عندي مال الحمد لله بس عندي صداع بيخلي كل أموال الدنيا ما تسوى جرش وبعدين الغني مسؤول عن ماله أكثر من الفقير ويحشر الفقير المؤمن قبل الغني بأربعون عام على أي أساس هو تكلم في هذا الموضوع كيف اكتشفت أن كاتب أغنية الأماكن؟ لماذا دخل الفلوس بالموضوع؟ هل المال ينقص من قدر مبدع؟ حتى في الدين إن المؤمن القوي أحب وخير عند الله من المؤمن الضعيف ولما دخل عمر بن الخطاب بناء على دعوة استجاب لها الله أعز الله الإسلام بإحدى العمرين دخل قال أعز الله الإسلام بعمر لأنه كان يحمل المال مش فهم ليه القضية ما بين الفقر وما بين الإبداع الإنسان بإنسانيته وليس بما يملك سواء كان فقيراً، غنياً، فهرياً، معدماً الإنسان بإنسانيته وإخلاقه ربنا حسامها في النهاية ولقد خلقنا الإنسان في كبد كارين سليمان من مصر أعتبرها من أفضل الفنانات التشكيليات لغاية الآن بتقول أوروبا تحيي الفنانة شليمار وكونها تمثل المرأة السعودية المثقفة والفنانة الممتازة وعن تلاحظي حضرتك أن الأراء متعددة ما في حاجب لا لرأي ضد ولا في تحيز لرأي ما شيما بنت خليفة من أبو ظبي بتقول أنا من متابعات برنامجك والمعجبات بأسلوبك الراقي والشيق عادة قليلة الكلام محافظة بأرائي لنفسي ولكن دفعني حوار اليوم إلى مرسلتك لكي أقول الله يعطيك العافية على ضيفة كثيرة المقاطعة والمعارضة والله يعطيك ألف عافية صحيح ليه حاجة الله يعطيك العافية يا زي ضيفتك متعبة وسهة كانت بتتمنى أن نبحث أكتر في خلفية الضيفة ولا أعرف ماذا المقصود بهذا الأمر لا تركز في الكلمات لأن أنا من النوع اللي بتكلم بسرعة ودي مشكلة يمكن هي مش كادرة تتطلقت الكلمات في لوحاتك وأعمالك تبدو العلاقة بين الرجل والمرأة يعني لما نشوف لوحة فيها مرحلة من المراحل تبدو العلاقة يعني فيها مثل ما قلنا في مقدمة البرنامج في الريبرتاج فيها نوع من الحيرة والتساؤل هذه العلاقة ليست علاقة مستقرة ليست علاقة يقينية ثابتة يعني لماذا؟ هو مين الإنسان المضمون في الحياة سواء كان رجل أو أمرأة يعني هو المجتمع رجل ومرأة ففي النهاية أنا رسمت كانت مرحلة وهي مرحلة 2001-2002 2001-2002 ثلاثة سنين من عمري رسمت العلاقة ما بين الرجل والمرأة فقط هذه المرحلة الوحيدة وكانت من أعمق المراحلة التوقف وعندها النقاط أول فنانين التشكيلين أول اللي بيتفرجوا على لوحات اللي كالترخيرة وهم بيتفرجوا لكن عملية الحيرة وعملية القلق وعملية أنه أي علاقة يقينية إلا علاقتك بربنا أصلا ما فيش أي علاقة يقينية في هذه الدنيا إلا علاقة الإنسان بربه ليس من ثابت إلا الله سبحانه وتعالى والباقي كله عرضة للشك والريبة والمساعدة عمري خفاجة لي كلمة يقولك وده إعلامي طبعا كبير رئيس قناة دريم دايما يقولي أنا مش عارف الضربة جاية جاية من فين ودحي هتش عارف الضربة جاية من فين كصورة بنت عمر خفاجة الأستاذ عمر خفاجة لماذا؟ أجمل قصة حب لأنها أصغر الصغير حتى يكبر يعني كل أولاد أخواني الحمد لله ما شاء الله كبروا ودي أصغر فأنا أعتبرها كمان بنت أخوي فبتقولي يا عمّة برضو أعود إلى اللوحات الألوان صاخبي هناك ضجيج لوني في لوحاتك يعني هدير للأحمر والأزرع وحس طلاطهم موج البحر أحيانا في هذه اللوحات ولكن لما بيتأمل الوجوه وجوه في اللوحات بشوف فيه الواحد فيه حزن فيه شجن في الوجوه فيه نظرات العيون حقيقي صح أول شيء الأولى يا زاهي لأنه مش خايفة من اللون خاف لي خلاص يعني كانت المرحلة الأولى أنه أنا خايفة جدا من اللون إلى أن كنت في فيينا ولقيت لون عمري ما شفته فكنت بتعامل معها باحترام شديد لكن كل الألوان ما بتعاملش معها باحترام يعني بعمل الأنبوب كده وبأرميه لأنه تعبت لحد ما قدرت أطوع شوية اللون في إيدي لكن الوجوه أنه قرأت فيه الحزن يعني أنا دائما عوني ما بشوف أنه فيه إنسان سعيد أنا مش يعني أنا قلت طيب من أين لك كل هذا الحزن عفوا على يعني الإشارة إلى المال أنه إذا كان الإنسان مرتاح ماديا في حياته ومرتاح صحيا لا صحيا لا طبع هل السبب ممكن يكون هذا الحزن يعني هو حزن شخصي ولا حزن جماعي لا هو حزن حزن الزمن اللي نحن فيه حزن الوضع اللي نحن فيه يعني هل هي أحزانك هل هي شخصية أم أحزان عامي بعض حزن وفاة أبوي أحزان لا توصف أشياء كثيرة جدا شعرتي أنك وحيدة بعد وفاة والدك على إرحمه وهو يعني شخصية مرموقة في المملكة العربية السعودية وزير سابق ومخصن كبير ما زلت نعم بنت أبيكي جدا بجنون إحنا عندنا في السعودية يقولك بنت رجال يعني كلمتها واحدة نعم فأنا فعلا مند أبي صح ماذا تعلمتي من هذا الوالد الكريم تعلمت أنه بعد ما راحني ما عنديش أي قيمة في الحياة من الوالدي تعلمتي الرسم من الوالد يعني ما ليش قيمة في الحياة خلص بعد ما راح معقول؟ أه أنا مش جاية أكذب عندك كذلك لا أنا مش عمقلك مش مسافرة ألاف الكيلومترات عشان أكذب يعني وكيف يعني إذا واحد مشعر أنه لا قيمة له في الحياة طيب كيف يكمل هذه الحياة أصلا يعني إيش القيمة أنت أصدق تقول قيمة فنية ولا قيمة إنسانية أكيد فيه قيمة فنية وأكيد فيه قيمة إنسانية وأكيد فيه قيمة إجتماعية لكن كانت القيمة دي لها عنفوان في وجوده العين طبعا كفنانة تشكيلية لابد أنه العين تكون أساس ومحور بعينك تلتقط الألوان تلتقط المشاهد كاميرات متخصصة كاميرات متخصصة تجسس حقيقي يعني ولكن العين حاضرة في اللوحة أيضا أنا أحب العيون الحلوة كمان ماذا تمثل لك العين بشكل عام؟ ماذا تواثل لي العين؟ أي؟ أصغر شيء في جسد الإنسان وأقوى ليش أقوى؟ لأن سيدنا محمد قال عليها الحبيبتين واللي بيفقدهم في الدنيا ربنا حيعوضوا بقصر في الجنة فهما وعود بالجنة فهما الحبيبتين هل يمكن أن نقرأ إنسان من عينيه؟ كما نقرأ الكاف في هذا الزمن صار الإنسان ممكن يروض عينه على الكذب يعني يقول لابا أحبك وحاجات كده كالداب طرويض تعرضتي للكذب كثيرا طبع استعملتي أحيانا وأنا صغيرة ولا كبيرة لأ أبدا؟ لا حتى الكذب اللي يسمى كذبة بيضاء لا الكذب اللي يصلح ما بين اتنين استعملته كتير بس الكذب العادي كده أنا ماشي أكذب يعني أنا لا بحب أكذب ويا ويلي اللي يكذب عليه شو بصير فيه؟ بامشي من حياته وبتصور أني قيمة وانا أمشي من حياته إنسان بتصور يا زاهي كده اسمحي ليتوقف كمان مرة مع استراحة ثم نتابع على الحوار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين نتابع هذه الحلقة من برنامج خليك بالبيت مباشرة على الهوى مع الرسامي والفناني التشكلي المعروف شاليمار شربتلي ونتابع تلقي الأسئلة من مشاهدين الكرام عبر الإيميل وعبر التليفون وعبر الفاكس وطبعا العنوين دائما أمامكم على الشاشة الأستاذ سلطان سرية عضو الجمعية السعودية للإعلام والإتصال يقول ألا ترى الفنانة شاليمار مع الكثير من العطاء الذي تقدمه أنه من حق بلدها عليها أكبر أن حق بلدك عليك أكبر خصوصا وأنك تسكنين خارج الوطن أنا خروجي خارج الوطن خروجي جباري إكراحي سبب صداع نصف لأنني عندي مجرين أوف تلميك على الشمس مش بتحمل فمضطرت عايشي يعني فيما؟ جباري أنا بأجي في الشتاء خاصة عنه أنا أتمنى أجدس في بلدي طوال عصام الجريبي هل هناك إجحاف من جمعية الفنون السعودية بحق الفنانات التشكليات السعوديات؟ خاصة لما ممسكها طاعة صبا يمكن قبل كانت في عهد أحد غيره كان فيه إجحاف عمر من السعودية لا يوافق على أسلوبك وأفكارك مونير إبراهيم من الرياض تقول لك لا فضة فوكي يعني يسلم تمك من لبناني الدارج حسين الزهراني شاعر يتساءل إذا كان بالإمكان تجسيد العرضة الزهرانية في لوحة تشكيلية يرسل ليها على الإيميل شاليمار شربتلي at hotmail.com وأنا إذا تأثرت بها هعملها أيضي لو سمحت لها حتى نوضع شاليمار شربتلي فايسل العتابي من السعودية بيقول أن حضرتك غير سعودية ولا تمثل السيدات السعوديات لأنك متبرجة اسمه إيه؟ وليد فايسل العتابي لا أمس أعفوا والله ما سمعتش بيقول بيقول أن حضرتك غير سعودية ولا تمثلين سيدات السعوديات لأنك متبرجة خليه يمثل رجل السعودي لو هو بمثل ده الرجل السعودي صيرنا إحنا في مصيبة ليه؟ هو شايف متبرجة فيه؟ شايفني لاب سكتت يعني أو ليه؟ دخلالك بشورت أنا؟ ده كلام ليه لأدب وليد الصاوي يسأل أين الحجاب؟ أنت كتبت عنه الله هو من يحاسب ما في أحد من حقه ما دمت أنا أحمل تقاليد الكمة الطويل والحشمة مش من حق أحد يتكلم سهى من أمريكا تسأل لماذا لا نعرف نحن في المجتمع العربي أن نعبر عن مشاعرنا بينما في الغرب الأمر مختلف صحيح لأن في الغرب بيحترم الإنسان أمينة الغامدي من مجلة باريس جاليري تسأل الحركة التشكيلية السعودية ما زالت حركة مستحدثة وتحتاج إلى المزيد من الممارسات التشكيلية ما رأيك بذلك؟ شوف في قرار أخذ الأسبوع اللي فات أنا كنت مع مجموعة من الوزارة كنا نتكلم في موضوع الحركة التشكيلية إحنا أخذنا إذن أنه أول مرة في تاريخ المملكة العربية السعودية تشهد كورنيش جدة نحاتين من دول العالم أبستراكت من غير وجوه نعم تجريد دي وفي أول يناير 2007 ستكون مسابقة للسعوديين والسعوديات منال العمر من السعودية تريد أن تعرف أكثر عن طفولتك نعم كانت طفولة غريبة شو يعني غريبة؟ غريبة والله يا زاهي أنا كل الحاجات مش بقدر أوصفها كانت طفولة غريبة يعني أنا كنت طوال الوقت معترضة وصامتة وبرثن ميرا عبد الرحمن غير معجبة بما تتفضلين به أمل العنازي من السعودية أشادت بإبداعك الفني وذوقك في الرسم محمد السعد من السعودية بقول ذكرت في سياق الحديث بأنك من أهل البيت من أهل البيت من أهل البيت كمان مش عارف يكتبها نعم ما في شيء اسم أهل البيت بدك تتأبل الأراء ستشيرينار لا مش عارف يكتب أهل البيت واحد قليل الأداب واحد مش عارف يكتب لا يا زاهي لا هو بيقول أنت مش سعودية مش مثال المرأة السعودية إذا ما كنتش أنا واجهة مش وجهت نظر شوف كلمة متبرجة كلمة مش من حقه وهي قد ترقى إلى كلمة القصف أعايز الحقيقة ولا بنتعمها شيفني أنا لا بسأله شورت يا سيدي التبرج كلمة عيب فإذا كان هو محتب ما يقول هذه الكلمة بس تبرج كلمة عيب لا عندنا في السعودية متبرجة قال ولا تبرجنا تبرج الجهلية الأولى في نوع من التبرج عيب مش كل التبرج لا يا زاهي حينت ممكن يجي لك إيميلي يقول لك مثلا أنت يا زاهي والله لا أنا مش عم بتبنى أنا عم قول أنه في نوع من التبرج الجهلية الأولى هو العيب لا أنا معهم لا هو يقول لك أنت مش سعودية ومش مثال المرأة السعودي محمد السعد من السعودية فأنا رديتش قلت أنا قلت لو كان هو دا مثال الرجل السعودي يبقى إحنا في مصير بس هذا اللي قلته مش أكثر محمد السعد من السعودية بقول ذكرتي في سياق الحديث بأنك من آل البيت والمعروف أن آل شربت لي ليسوا على ذمته ليسوا من القبائل الأساسية في المملكة آل البيت مش قبائل وهل آل البيت كان عندهم جرأة لإلحاق التهم بالآخرين؟ فين التهم اللي ألحقتها؟ أنا تسألت يا زاهي هل مكاتب الأماكن كل دا عشان منصور الشادي؟ يا إيش الشادي؟ دا محمد عبدو؟ يا لو محمد عبدو أقول لك كلهم ليهم حد مهى بنت سعود من المملكة العربية السعودية تؤيدك في موقفك من رواية بنات الرياض ووجهت لك تحيي وتنصحك بضرورة التدرب على الظهور الإعلامي أتصور أن أنا طبعا شاكرة جدا لها لكن أتصور أن أنا حاضرة ذهنيا وحسيا فكري لكن يمكن هي قصتها أنه أنا أظهر كثير في الإعلام أنا فعلا هي لي حاج أنا مش بأظهر كثير ودي مشكلة لماذا لا تظهرين كثيرا؟ الحاح الإعلامي سخيف بتقولي حذرك أنك بتغيري مفهوم اللون بمعنى بتقولي بأحد الحوارات الصحفية أنه إذا كان الأزرق عادة هو لون شريط في جديل الطفلي تحولينه إلى نزيف لماذا؟ لا هو أنا ضد المفاهيم المتعارف عليها زي كلمة مثلا إيه؟ لا يشق له غبار يعني إيه؟ تمثال؟ يقولك هذا الرجل لا يشقه أنا مش فاهم حالي فيه أشياء كده بناخدها وكأنها شيء معترف بي إحنا دائما بنقول الأزرق هو لون البؤس أو لون الحزن ودرجاته والكحلي والبنفسجي طبعا التصنيف ده تصنيف أنا مش حارفة مين اللي صنفه أنا قلت لك يا زاهي أنا ضد التصنيفات في المدارس التشكيلية وضد أيضا تصنيف يعني ما بتعتبر نفسك سريالية أو تعبيرية أو لا طبعا والسريالي مين اللي قالوا يعني هم يقولوا لك أستاذ السريالية سيفيدوردالي مش حقيقي أن من بدأ السريالية هو بيكاسو هو بيكاسو مش تيفيدوردالي طبعا هذا موضوع يحتاج إلى نقاش طويل وإلى أبحاث وإلى لا 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 ده أبحاث إيه؟ ده مثبت في العالم مثبت في العالم طبعا هم ليه؟ أنه أب السريالية بيكاسو هو اللي صنعها يعني إيه؟ يحتاج إلى أبحاث ده كتب علمي حدثك مطلع عليها أنا مش مطلع عليها لا أستاذك بتقولي وكأنك تشكك فيما أقول أنا أشكك لأني مش مطلع بس أنا مش معقولة تشكك رسامة قدام ملايين المشاهدين بتتكلم على بيكاسو دال أنا يعني أنا اللي أعرف على أدر معلومات المتواضعة أي أنه الرمز السريالية في العالم هو سيفيدوردالي الرمز ولكن الصانع نعم هو على رأسه وعين العلاقة بين يدك العلاقة يعني أقوى بهذه اليد التي ترسم علاقة مع العقل أقوى ولا مع القلب ما هو العقل والقلب واحد هو العقل بيدي إشارات بالاستقطاب أو أنه بيأخذ الفكرة وبيرسل للقلب خروج اللوحة عندك من الكادر المألوف المعتاد السائد يعني إلى الملابس يعني شفنا في سياق الحلقة أنك ترسمي على جاكات ترسمي على مثل حضرتك على ملابسك أيضا هذا شغلك يعني هذه من رسمك هل يعني هي محاولة لإدخال الفن في الزي في الأدوات المنزلية في فنك يعني تحديدا طبعا الفن داخل فيها الأشياء منذ وقت طويل لا هو كان لي الفضل في هذا الموضوع لأحمد أخوي نحن كنا في بارس نعم وكنا رحنا في بلاسترو كديرو الريستراند الريستراند كله يحمل لوحة واحدة لي صاحب الريستراند اسمه جولو فأنا كنت لابسة بانطلون وبلوزة أنا كنت رسمتهم فالي شالي ماردا إيدا روبرتو كفالي وتولا أنا اللي عاملة يا شيخ لطولا أنا اللي عاملة فرجعت البيت بدأت أرسل بتقولي عندك مشروع أنك تحول الجاكت إلى هتحول وموجود في الشانزيلزي موجود وبيتباع طب يعني فيه إقبال على هذه الفكرة جدا حقيقي شو الفكرة أن تكون الجاكت لوحة فنية ثقافة بصرية هل كل جميل يجب أن يكون نافع بالضرورة؟ تفتكر كل جميل يجب أن يختبئ تحت الأدراج؟ أنا أسألك أنا أريد إجابة السؤال ساعد بيكون إجابة يا زي وضحي لي أكتر يعني إذا كان الجمال نعم هيختبئ وراء الأدراج ونصدر القبح فإحنا مش بحاجة لده لأن الدنيا قبيحة بما تكفي الفن مشكلة أنه لم يوظف نعم يعني مثلا أنت بتشوف كل المركات العالمية هي كلها لوحات بشكل أو بآخر أو أنواع من لوحات أو خطوط أو 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 ليه ما يترسم على طور على الجاكت بمواد أنا اخترعتها وديتها دراي كلين غسلتها مش حيتأثر بس ولكن يكون مميز شيء مميز ليه لا يعني خرجت حضرتك أغنية للفنين والصديق العزيز محمد مونير صحيح هل تعاملت مع محمد مونير ومع أغنيته كرسامة ولا كمخرجة لا طبعا كرسامة لا طبعا كرؤية مخرجة كرؤية رسامة داخل إطار الإخراج شو شفتي هيك في هذه الأغنية بالذات هي الأغنية اسمها سؤال نعم بسألك أخرة الترحال وسهر الليالي كل يوم بحال الأغنية دي كانت وأنا صغيرة كنت بسمحها وبعدين لما كبرت وعملها ريماكس وغناه تاني فلما غناها استرعت انتباهي جدا لأنه كثير فيها مني من عرض على الآخر أن تكوني مخرجة هو العرض لماذا؟ عشان أعرف أني شطر طيب خلينا نشوف مشهد من الأغنية لو سمحت موسيقى 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 سؤال موسيقى بسألك إيه أخرة الترحال موسيقى 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 بسألك إيه آخرت الأحزان جمعتي موالي والحالين جدار سؤال بسألك إيه آخرت الأحلام جميل جدا وتحية إلى الرائع محمد مونير أدا كان ممكن يكون المستوى الفني أجمل وأحلى بالفيديو كليبات لو كان في استفادة من الفنون الأخرى لو كان فيه ترابط ما هو ده اللي أنا بأقوله إنه دمج الجماليات مع بعض فيما لا يخدش الحياة أنا معا 100% يعني كيف برأيك نرتقي بثقافتنا البصرية؟ صعب صعب؟ جد محاولات فردية كيف نحاول؟ محاولات فردية ولكن للأسف أنا خوفي دائما أنها دائما بتهاجر للخارج تهاجر؟ للخارج حي الإبداع يعني ليه؟ لأنه إذا صار أحد مشهور فإذا كانت مرأة ألاقي رأيس ضمن دي مش سعودية وإذا مش عارق ده مش مصيبة يعني إذا كان كل الفن المتعوب عليه طوال السنين عناية دبلت من كترة التعب والرسم والدراسة والقراءة والاستقراء وبعدين يكون رد زي ده أو رد صادم يمكن مش هتوقف عنده لحظة أو توقفت عنده لكن في أوروبا ده مش موجود يا زاهي خالص يعني إحنا جالسين نقول إنه وخاصة فرنسا وأسبانيا يعني مثلا إحنا بنقول إنه دول غسيست ومتعصبينه مش حقيقي خالص أنا أول واحدة وصلت مش أنا ما بحبش أنا ومش أنا أنا أكيد في مليون رسام أفضل مني لكن أكيد في مليون رسام أفضل مني لكن ما فيش حد بيرسم زي مظبوط يعني في رأيي في وجهة نظري أنا وصلت للمون مارتر في بارث الحي اللاتيني فوق بحطوني على غلاف المجل اللي بتصدر كل ثلاثة شهور طبعا لأي تسالس يعني تقصدي حضرتك المجلي هاي بالضبط وكان في حديث من الداخل يعني نعم كمان بقى فرنسا ديناهم فلوس هناك برأيك تقدير أكثر للفنان تقدير حقيقي وتفنيت حقيقي للفنان نعم على كل حال سنتابع الحوار مع حضرتك في قسمه الأخير بعد هذه الاستراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدينا القسم الأخير مخليك بالبيت مع الفنانة التشكيلية السعودية شليمار شربتلي مزيد من الإيميلات والمداخلات عبر الإيميل الإعلامي مساعد الخميس بقول فخور جدا بحلقة الليلة وضيفتك مثال رائع وجميل لفكرة المرأة السعودية من خلال شفافيتها نحن فخورين به جدا من غفران من السعودية بتقولك شو هو رأيك بالحجاب وهل سترتدينه يوما ما إن شاء الله الله يهتي أحمد كمال مدرس الإنجليزي بجدة بيقول من غيرك يصاب بالصداع النصفي لهذا الرأس الذي يزدحم من نعومة أطرافه بكل القضايا بكل القضايا سلامتك بكل قضايا الإنسان وهمومه وتفكرين دائما بمشكلاته دون كلل بالتعبير عنه سلامتك أستاذي منذ الطفول وليفضل علي كثير جدا الإعلامي نايف السهلي من السعودية بيقول أن حضرتك عمدتي إلى تحجيم فكر منصور الشادي على الرغم من أن الكاتب منصور الشادي قدم العديد من الأغاني للمطربين الكبار أمثال أصالة ونبيل شعيل فحضرتك عمدتي إلى تحجيمه محمد الشعلان من السعودية أبدأ أعجابه بطروحات الفنانة شليمار ووجهة نظرة وبيسأل كيف تنظرين إلى قصائد الأمير بدر بن عبد المحسن والشاعر فائق عبد الجليل أطبع أول شي بالنسبة لموضوع منصور الشادي أنا بتسأل بس الناس مش قادرة تفهمي أنا ما كنتش عارفة أنه عنده الشعبية العبقرية دي بس لو كان حتى عنده شعبية الملك عبد الله كنت قلت نفس الكلام يعني أعظم شعبية في المملكة شعبية جلالة الملك كنت برضه حقول نفس الكلام لعمانصور الشادي عنده الشعبية العبقرية دي تجربة فائق عبد الجليل وتجربة بدر بن عبد المحسن تجارب يؤخذ فيها دكتوراه حسية نعم بدر قادر على التحليق المرعب في كل الاتجاهات لدرجة أنه في يوم من الأيام قال أنا الشاعر الوحيد وهو له الحق وانهالت عليه الأقلام وانهالت فعلا هو الشاعر الوحيد في المملكة العربية السعودية في مدرسته اللي تلبسوها هم فائق عبد الجليل مرحلة مختلفة جدا من الحزن النبيل المورق يعني هو ليه تشبيه غريب جدا بدر مصدر فكر وفائق عبد الجليل مصدر فكر ولكن أجمل ما كتب فائق في المرأة أنه هي البياض وسواد عينيه الله يرحم فائق عبد الجليل ويدي البدر بن عبد الجليل وضح علي من السعودية تحية حارة للفنانة شليمار ونشكر زاهي على استضافة الفنانة شليمار والعكس تماما من سلطان الشعيب أيضا من السعودي في جدة تنتشر المنحوتات والأعمال التشكيلية ولحضرتك جدارية يعني تنتصف في جدة في شارع الأمير فيصل بن فهد صحيح أهمية أن تكون المدن يعني ملأة بالأعمال التشكيلية وبالمنحوتات وبالرسومات ماذا يضيف إلى حياة أهلها يضيف ثقافة بصرية طوال الوقت وفهم مع امتداد السنين لما هو جيد وما هو رديء لأن البشر أعداء ما جهلوا إذا وضعنا الفن الحقيقي طوال الوقت أول شيء الجدارية دي مش خياري خيار المملكة والجدارية الأخرى أيضا خيار المملكة التي ستكون أولا خيار أوروبي والتاني خيار المملكة الجدارية التانية وين رح تكون؟ حتكون أمام قصر الضيافة في جدة أو في الرياض؟ لا في جدة في جدة 17 مترية التانية فده أعظم تكريم في الدنيا من بلدي فأتصور أن أمثل جزء يعني ولو صغير في عملية تصنيف الفن فيما هو جيد فيما هو سيء بتقولي حضرتك أحترم الفن المتعوب عليه آه المتعوب عليه ماذا يعني المتعوب عليه؟ يعني فيه فنانين مثلا تلاقيه حط كده لوحة وبيكلم صاحبه في التليفون وحطت الريشة كده واتنين ومشعرفه وارتعشت وجده ورحيل مراكب وحاجات كده لكن فيه ناس قلت لك عيونهم دبلت وفيه ناس سهر وليالي من رسامك الأحب الأثير إلى قلبك؟ عبد العال ما زال رسام من الخارج من الغرب؟ لا هو الفن أنت ما تقدر تحصله لا أنا عم أقول أحب اسم أو اسمين إلى نفسك مثلا سلفادور دالي ماذا يمثل لك؟ دالي عبقري في التعبير بس أنا قريبة جدا في الحب لإغتي وليسيزان رينوار وبيكاسو من شعراءك؟ عدي لي ثلاث شعراء عرب طبعا بدر وفائق عبد الجليل وغاز القصير طلعتني على تجربة عبد الرحمن بن مساعد أكيد مرعب كفى البرواث تكفي البرواث كفاية جدا شو مقصود بمرعب؟ يعني شاعر خطير يعني قادر على إسكات كثير من الشعراء بيحترمون نفسهم إسكوتوا أفضل فهد عافت؟ لا 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 لم تطلع على تجربة؟ نعم مش عايز تطلع ليه؟ تطلعت عليها ما عندوش تقربة؟ لم تستهوي كيוב؟ لديك صداقات مع شعراء وأعلاميين صحيح ما هو موقع صداقة في حياتك؟ أهم موقع في الحياة يا أيضا هو موقع الدنيا وموقع الاحس وموقع سقوط المشاعر وموقع أن كل أصدقاء الرجال بيعتبروني أخوان فقط هل في هذا العصر الاستهلاكي في هذا الزمن موجود فيه متصع للقيم النبيلي والصداقات والمشاعر الإنسانية أنا وانت مش كنا نبارح عادين أربع ساعة بنتكلم صحيح مش نشرنا فيها كل الأشياء أو استعرضنا فيها كل الأشياء الإنسانية اللي بدواخلنا أنا وانت ده نوع من أنواع الحميمية بين الأشخاص يعني من من الأعلاميين الأحب إلى قلبي لا طبعا فيه كثير جدا مش حقدر أهضم حقه ومش أعلاميين فقط يعني أنا لما شفت طوني فرنجية كده لقيت وكان حتى تساقط الدموع يعني لا طبعا الرجل من هو بنظرك؟ ماذا يمثل؟ لا قصدك على الرجل بصفة عام بصفة عام ولا رجل الحبيب؟ لا لا بصفة عامة يعني هل يمكن للذكورة أن تكون مصدر إلهام كما هي الأنوثة مصدر إلهام للشعراء والرسامين على فكرة الأنوثة والرجولة هو مصدر حس يعني بالنسبة للرجل هي مش أنوثتها هي اللي بتدي له مصدر الإلهام ولا هو يعني الإلهام أصلا نابع من الفكر يعني الرجل يعني معناه كده الرجل الذي لا يحبه وما عندهش إحساس فبالتالي لا يشعر ولا يرسمه والعكس صحيح الرجل المسؤولي ورحمة على المرأة ولأنه رفقا بالقوارير يعني يعني ما أنا بقول لك هو لو الواحد بس يطلع شوية في الدين حيلاقي أشياء كتير إحنا يعني في كل شي حتى وجادلهم بالتي أحسن حتى في الكفر كيف علاعتك بالكتاب؟ طبعا علاقة وطيطة من؟ أو أي كتاب؟ أول كتاب القرآن لازم يكون جنبي وننين لا مش كل الناس ما بيقليش نومي ما تدايك نعم أنا عندي مالة شوية في موضوع الكتاب أنه أنا ممكن أقرأ كتاب عشر مرات ابن القيم الجوزية أجمل من كتب في سبعين مفردة في الحب الوجد والصوى والصلاة والجنون وبعدين أنا فوجيت أنه في المدينة المنورة بتوجد كتب فاشتريتها كلها لو كنت لون حضرتك تركواز أي لون بتحب تكون تركواز لو كنت لوحة لأي رسام بتحب تكون لوحة مين؟ أبعة تذر لبدر أصيدي أنا عم قول لوحة أنا لوحتك يعني ما هي في لوحة أنا رسمتها على أبعة تذر عن كل شيء لو كنت هذه اللوحة في بيت من تعلق؟ لو كانت لوحة؟ لو كنت هذه اللوحة اللي عم تشيري إليها لو حضرتك كنت لوحة تشكيلي في بيتي عدم ما أريد أن أساءل أنا خايف لو كنت كلمة واحدة حزن حزن؟ تخرجين الليلي من هذا الاستوديو حزينة أم فرحة؟ أكيد حزين لماذا؟ دائما لحظات الفراق بتكون لحظات متابعة أنت عارف أن أصعب لحظات هي فراق اللوحة وصفت نفسك بأنك شخصية غير متسامحة صحيح لماذا لا تسامحين؟ لا شوف يا زاحم أنا أقدم كل اللي علي من خير بداخلي يعني أنا أتذكر مرة أنه أنا ضربنا في صديقة من الأصدقاء فعمر خفاجة لحقني في الكلام قال لي شليمار ما تحطيش داعا لكل الأصدقاء وإلا حتخسر إصحابك فهو التقط إحساسي وقتها أنه أنا ممكن أشك في الآخرين ودي تصبح كارثة لكن عملية أنا استرسلت أنا نسيت السؤال يا زاهي لا أنا كنت عم أسأل أنه شخصية غير متسامحة آه هي دي فأنا مش هأقدر أسامح دا ومش هسامح دا ومش هسامح دا على إنسان أذاك يعني فيه ناس بتقولك أنه أنا سامحت لكن ربنا هو المطلع على القلب إذا كنت عندنا سامح يعني أنا ما أتمنى الشر لأحد لكن أتسامح وأجاب له وعيوني في عيونه لا هل تعتقدين أنك نجحت الليلة في تقديم نفسك إلى المشاهدين لا أم أسيء فهمك لم يسيء فهمي إطلاق كلامي واضح وأنا مصر على كل كلمة طيب لماذا لم تنجحي في تقديم نفسك إلى المشاهدين لأنني مسحومة بالأشياء يعني فيه حشد من الأفكار والأراء اللي حابت أوليها مش حابة أولا دي تجربة إنسان عبر زي ما قلت الدول والشواطئ والمواني وكل أنطار دول البلد بتأخذك لمنطقة مختلفة وكل إنسان بيأخذك لمحطة شكل وإنت نفسك بترحل بينك وبينك في أمانك بمنطقة كثيرة بماذا تعودين من بيروت؟ يعني ماذا تحملين معك وأنت عائدة؟ بذوقك وحلمك معي شرفت باستقبالك وأهلا وسهلا شكرا لجميع المشاهدين اللي يتبعونا الليلة يتمنى تتبعونا الأسبوع المقبل ضيفتنا من دولة المغرب العربي وهي مطربي راقي جدا ومحترمي صاحب الصوت رائع وساحر المطربي المغربي القديرة كريمة السقلي تصبحوا على ألف خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة